بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بداية الأسبوع ولكن البداية والانطلاقة في هذا الأسبوع لازم بالتأكيد نوجه التهنئة لفريق كرة السلة رجال وفريق المرتبط بعد الفوز بدر الدوري المرتبط للعام الرابع على التوالي أربع سنوات متتالية الأهلي بطلا لدوري المرتبط كان مشوار طويل مشوار صعب الأهلي واجه فيه الزمالك ثم الاتحاد السكنداري وبالأمس كانت مباراة سموحة وبالتأكيد لو هنواجه التهنئة كمان ومن خلال فريق الرجال بنواجه التهنئة كمان لفريق النادي الأهلي تحت 18 سنة فريق المرتبط اللي كسب كل مبارياته وكان عامل حسم كبير جدا عشان فريق كرة السلة يحقق بطولة الدوري المرتبط للعام الرابع على التوالي بالأمس بالتأكيد كان مكسب مهم واحتفالية مهمة جدا والمميز في هذه الاحتفالية كمان تواجد دكتور هشام العمري شقيق معالي الوزير السابق نائب رئيس النادي الأهلي الأستاذ العمري فاروق اللي بتمناله يا رب بإذن الله الشفاء العاجل وبنوجه الدعوات بإذن الله وبنطم من كل السادة المشاهدين الدعوات لأستاذ العمري فاروق خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله يخرج سالم غانم لأصدقائه والأهل ولكل أحبابه خلال الفترة اللي جاية مبروك وهنيئا لقطاع كرة السلة أسرة النشاط الرياضي ألفوز ببطول الدوري المرتبط للعام الرابع على التولي كمان في هذه الأثناء مباراة الأهلي والزمالك بطولة السوبر اللي بتقام حاليا في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة ويمكن الشرط التاني انطلق منذ قليل ومع بداية الحالة الأهلي الحمد لله متقدم على فريق نادي الزمالك أو يعني طبعا تعرفين كل ثانية أو كل دي هيكون فيه نتيجة متغيرة ولكن الأهلي الحمد لله ماشي بشكل كويس كان متقدم بفرق ثلاث أهداف ثم الزمالك تعادل أهلي فرق بهدف إن شاء الله بإذن الله على مدار الحلقة هنوافيكم بالنتيجة وإن شاء الله الأهلي بإذن الله حقق بطولة السوبر وانهني كل أسرة قطاع كرة اليد وأسرة النادي الأهلي بالفوز بهذه البطولة الغالية اللي فيها حضور جماهيري كبير أيضا كمان من جماهير النادي الأهلي في صالة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة حالة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا هنتكلم على بعض الكواليس المتعلقة بحفل الأفضل اللي هيقام بإذن الله بعد غد في مراقش بالمغرب الآلي داخل في منافسة على ثلاثة جويز كمانا هنتكلم على نتيجة مباراة الأمس مع شباب بولزداد والتعادل السلبي وترتيب المجموعة في الظل لمعطيات نتائج هذه المجموعة فرص الآلي في التأهل كمانا هنتكلم على تذاكر مباراة بطولة السوبر للأندي الأبطال اللي هتتلاك في الإمارات العربية المتحدة النهاردة كمانا هنتكلم على كأس العالم للأندي الأهل إن شاء الله هم سافر بعد غد إلى جدة استعدادة لأولى المباراة يوم الجمعة المقبل حالة فاي كواليس وتفاصيل وأخبار عديدة ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يبدأ الاستعداد لكأس العالم للأندي وفي الترند المحلي المنتخب يخود ودية وحيدة قبل السفر للقود ديفوار وفي الترند العالمي كلوب يرغب في مشاركة صلاح أمام أرسنل في يناير الموضوع ده مهم جدا لأنه يبقى حديث كل الصحفيين والإعلامين الفترة الجاية في الظل إن مباراة أرسنل وليفربول مش في البريمير ليج ده في كأس الاتحاد الإنجليزي وفي التوئيد ده منتخبنا المفروض بيستعد لبطولة الأمم فهنشوف التطورات خلال الفترة الجاية وعند جزء مهم جدا على هذا الأمر في الترند المحلي طيب نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة السبت الممتاز مباراة قوية على جميع الأسعادة البداية بدوري أبطال إفريقيا وأسك ميموزة خارج أرضه كسب يونج جالكسي البتسواني 2-0 وبالتالي حاليا أسك ميموزة في الصدارة بسبع نبقات هو المرشح لصدارة هذه المجموعة بنسبة كبيرة جدا المجموعة دي مع نوازيبو ومازينبي هذه المباراة قام في موريتانيا الساعة 6 بتوقيت القاهرة وفوز مازينبي بالتأكيد هيضعف من حزوز بيرامدز ساعة 9 مباراة الفرصة الأخيرة في مراكش الوداد المغربية هيستضيف سيمبا التنزاني وأيضا في الساعة 9 مساء فرصة اللحاق بصدارة المجموعة الترجع على ملعب رادس هيستضيف بيترو أتليتكو دي لواندا الأنجولي نروح لكاس الكونفيدرالية والنهاردة المباراة اللي تقدم معدها 24 ساعة الساعة 6 مساء على استاد السلام الزمالك هيستضيف ساجرادا بطل أنجولا نروح لمباراة القوة والإثارة مباراة البريمير ليج الدولي الإنجليزي منذ قليل انتهت مباراة كريستال بالاس وليفربول واستطاع ليفربول الفوس خارج أرضه بهدفين مقابل هدف بعدما كان متأخر بهدف مقابل لاشي في هذه الأثناء فيه أربع لقاءات برايتون بيستضيف بيرلي منشستر يونيتد بيستضيف بيرنموس شيفلد يونيتد بيستضيف برونت فورد ويلفر هامبتون بيستضيف نوتنجهام فورست ساعة 7 ونص أستون فيلا بيستضيف آرسنر نروح للدور الأسباني وأيضا منذ قليل يمكن النهاردة يبدو أنه مباراة الفرق الضيف هي اللي بتكسب الفرق المضيفة بلاس بالماس كسب خارج أرضه وديبرتيفو ألفز بهدف مقابل لاشي ساعة 5 وربع ريال بيتيس بيستضيف ريال مدريد 7 ونص فيا ريال بيستضيف ريال سوسيداد وفي العشرة من مساء اليوم ريال مايوركا بيستضيف إشبيلية الدورية الإيطالي والشوت الأول انتهى منذ قليل أيضا على أرضه ووسط جمهوره هلاس فيرونا متأخر بهدف مقابل لاشيء لصالح لاتسيو والساعة 7 أتلانتا بيستضيف الميلا والساعة العشرة اللي رب مباراة قوي جدا انتر ميلا بيستضيف أودنيسي دي أبرز مباراة اليوم وبالتأكيد يعني هنيئا لمحمد صلاح هدف اليوم في كريستال بلس وكل التوفيق رب كمان لمحترفين النهاردة عمر مرموش أحرص هدف مع انتراخت فرانكفورت في البايرن ميونيخ هدف رائع جدا لعمر مرموش نجميل المصري المحترف في الدوري الألماني عمر على فكرة بيلعب في مركز رأس الحربة مع انتراخت فرانكفورت لما بينضم المنتخبنا بيلعب على الأطراف وبالتالي هنشوف الفتر اللي جاي ممكن فيتوريا يعدل من مركز عمر مرموش مع منتخبنا ولا لا ولكن بالتوفيق لعمر هدف النهاردة مهم جدا في البافاري في الدوري الألماني البوندز ليجا نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لأهم الأخبار والكواليس في فقرة تريند تريند البداية بتفوق فريق كرة السلة في النادي الأهلي على كل الفرق المصرية الجزيرة الاتحاد الزمالك سبورتينج سموحة فريق السلة في النادي الأهلي بصراحة يعني خلال السنوات الأربع الأخيرة بيكسب على جميع الأسعادة دور السوبر دور المرتبط البطولة العربية البطولة الإفريقية نعم المركز جيد في كاس العالم مالي الأندية بقيادة أجوستي بوش وأيضا بقيادة كمان الكابتن طرق خيري المدير الفني لفريق المرتبط تحت 18 سنة بالأمس كانت مباريات الإياب في الدور النهائي المباريات اللي أقيمت على صالة دكتور حسن مصطفى هنا في مدينة السادس من أكتوبر أولا المباريات شهدت أداء قوي جدا من جانب الفريق اللي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 91-81 وكان الفريق قد حسم لقب البطولة بعد فوزه في مباراة الزهاب 83-54 مع فوز فريق 18 سنة أيضا على سموحة 78-74 ويامر بنتيجة 71-62 لكن آخر المباراة مباراة في فريق الرجال كسب 91-81 وزي ما نشاهدين على الشاشة طبعا تسليم الميداليات وكأس البطولة الدوري المرتبط في حضور أعضاء التحدي كورة السلة وعيدة المهندس خالد مرتاجي من صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الفوز حقق الفريق رقم قياسي بعد عن حصد البطولة للمرة التسعة في تاريخه ليصبح الأكثر تتويجا باللقب وزي ما قلت لحضراتكم ممكن اللقطة اللي كانت تلافتة للنظر وبتعبر بجد عن عائلة النادي الأهلي زي ما نشاهدين على الشاشة كابتن فريق كورة السلة جوز تبوش كمال المزير الفني الكابتن طريق خيري راحوا للدكتور هشام العمري واستحبوه إلى تحت في صالة الملعب عشان يكون معاهم في الصورة الجمعية لأن كان دايما وأبدا المعالي الوزير الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان دايما على طول موجود فيه كل مباريات ألعاب الصلاة مع مجلس إدارة النادي الأهلي وموجود معهم في كل التتويجات فكانت لفتة طيبة جدا دعوة دكتور هشام العمري زي ما انتم شايفين طبعا على الشاشة عشان يكون متواجد مع اللاعبين أثناء طبعا تسليم الميداليات وكأس البطولة والصورة الرائعة اللي احنا شفناها مبارح من خلال بس المباراة عن طريق شاشة قناة الأهلي وعبر قناة الأهلي معالي الوزير العمري فاروق مع مجلس دارة الأهلي دايما اللي ما بيكون موجود في الصلاة المغطاة في كل مباريات النادي الأهلي لفتة مهمة جدا مش عايزة أقول بنشكر فريق كرة السلة أو مجلس دارة النادي الأهلي ولكن هي عائلة الأهلي دي طبيعة عائلة الأهلي ودي الحياة اللي الناس عيشاها داخل جدران النادي الأهلي لكل عائلة واحدة وإحنا على مدار شهر يعني منذ الموقف الصعب اللي تعرضت له أسرة معالي الوزير العمري فاروق وكل الأهلوية عندما عالموا بخبر طبعا الوعقة الصحية اللي ألمت بمعالي الوزير كل من ساعتها حزين جدا وكل من وقتها بيتوجه بالدعوات لربنا سبحانه وتعالى بإذن الله نوايا من علي بالشفاء ويخرج بإذن الله بسلامة وخير يا رب خلال الفترة اللي جاية آه عد شهر ولكن دعواتنا مستمرة والدعوات بتغير الأقدار ربنا بإذن الله يشفي معالي الوزير واللقطة المارح دي لقطة مهمة جدا بإذن الله وإن شاء الله لما يخرج معالي الوزير يشوفها ويتفرج ويشوف إزاي ولادي النادي الأهلي وجماهيري النادي الأهلي مش في مباراة البسقط فقط حتى في مباراة الكورة لما جماهيري النادي الأهلي في مباراة ميديا مالغاني رفعت لافتات بالدعاوي للمعالي الوزير العمري فاروق التمنيات له بالشفاء العجل بإذن الله إن شاء الله نطمئن عليه قريب جدا وبإذن الله كمان نشوفه على أفضل صحة وأفضل حال خلال الفترة اللي جاي طيب ده بالنسبة لكورة السلة بالنسبة لكورة اليد في هذه اللحظات حالب نلعب في 12 دقيقة أو في آخر 13 دقيقة من الشوت التاني طيب النادي الأهل متقدم على الزمالك 2018 وزي ما قلت لحضراتكم كورة اليد طالما فرق الأهداف قليل قوي كده وقريب من بعضه يبقى لسه المباراة في الجيم لسه المباراة في الملعب وزي ما شايفين دي كواليس حصرية فقط على شاشة القناة الأهلي من بعض الأصدقاء الحمد لله يعني في الإمارات موجودين في صالة الفجيرة التقطوا لنا بعض اللقاطات الخاصة بالكواليس اللي قبل المباراة حضور الجماهير التشجية يمكن احنا شايفين طبعا يمكن الصلاة قبل المباراة بعدد أو بداية قليلة مكادش ممتلعة الأخيرة ولكن اللافت للنظر وإحنا بنشوف بعض هذه اللقاطات من الأصدقاء الإماراتيين اللي بعضونا هذه اللقاطات قبل بداية المباراة من صالة الفجيرة إن جماهيري النادي الأهلي كانت متواجدة طبعا دول المقيمين في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارات الفجيرة راحوا قبل المباراة بحوالي ساعة وأثناء الإحماء حوالي يعني 100 فرد أو 200 فرد عشان يشجعوا النادي الأهلي تشجيحهم على فكرة في المباراة حاليا اللي مقامة في الإمارات تشجيع كبير جدا تشجيع قوي جدا الأهلي متقدم على الزمالك فرق هدف فرق هدفين فبالتالي لسه المباراة في الملعب عشرين تسعتاشر حاليا هي النتيجة تقدم النادي الأهلي عشرين تسعتاشر تقم التحكيم على فكرة تقم تحكيم أجنبي واحد وعشرين تسعتاشر أول بأول كده بنديكم النتيجة عشان نطمنكم وإحنا خلاص في العشر دقائق الأخيرة زي ما انتوا شايفين جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة أطفال صغار رجال سيدات شباب بنات حريص أن يكون موجود في ظهر النادي الأهلي في أي مكان وفي جميع الدرجات في صالة الملعب في الفجيرة وأنا بقول لكم أن الغطات دي جاينا من الأصدقاء في الإمارات يعني بعض الأصدقاء والمحبين للنادي الأهلي في نادي الفجيرة يعني الناس هناك في الفجيرة بتعشق النادي الأهلي بشكل كبير جدا كانوا حرصين هم يمدون ببعض الماتيريا الخاص بحضور الجماهير والاستعادات اللي موجودة في صالة الملعب للقاء السوبر اللي بيقام حاليا في الإمارات العربية المتحدة عشر داي بإذن الله ونطمنكم على النتيجة النهية ويرب بإذن الله يكون الأهلي متفوق وكسبان بطولة السوبر وأول ما يكون معانا كمان ماتيريا التاني عن بطولة السوبر وبعض الكواليس من صالة الملعب إن شاء الله هنطمنكم ونوريكم كل اللقطات الخاصة بتكريم الفريق إن شاء الله في حال الفوز بإذن الله طيب ده بالنسبة لقطاع كورة اليد وكل التوفية ربي لقطاع كورة اليد النشاط الرياضي مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي برئاسة الأستاذ خالد العوض بصراحة يعني عاملين شغل رائع جدا في الفترة الأخيرة نروح بقى لفريق الكرة مبارح كانت نتيجة للأسف يعني لم نكن نتمنها كلنا كنا نتمنى أن الأهل يتصدر المجموعة يكسب بسبع نقاط مكسب مهم قبل الصفر إلى جدة عشان الاستعداد لكأس العالم للأندية الجمعة اللي جاية أول مباراة للأهل في بطولة كأس العالم للأندية الأهل صاحب الرصيد الطويل في بطولة كأس العالم فكان مهم جدا للمكسب مبارح ولكن الأرقام السلبية للأسف كتير والنقاط السلبية كتير ولكن في التوقيت الحالي لو عادنا نتكلم عن سلبيات وعادنا نتكلم عن تفاصيل فنية ممكن الجماهير شايفاها كتير مش كويسة وإحنا كمان قبل الجماهير شايفانها مش كويسة يعني التعادل في ثلاث مباراة إفريقية على أرضك في ثلاث لقاءات متتالية التعادل مع سنبه واحد واحد التعادل مع سندونز سفر سفر التعادل مع شباب بنزداد سفر سفر طبعا ده لا يفضل أن الأهلي بيعملش النتائج دي حتى على المستوى الإفريقي مش معقولة الأهلي يعمل تعادلات بالكم ده في الفترة الأخيرة ولكن من هنا لمباراة التحاد جدة من هنا لغاية مباراة التحاد جدة نتمنى الجمهور دوروا يشجع بالتأكيد وبيساند ولو بيكون في خطأ لازم الناس يعني تدي جرس انذار أن فيه غلط فيه مشكلة فيه مشكلة فنية اللعبة لازم تصحى لازم تركز لازم تفوق في اللي جايه لأن انت خد بالك الموسم مفيش فيه وقت للراحة انت خلصت السوبر الإفريقي دخلت على دور السوبر الإفريقي داخل دلوقتي على كاس العالم للأندية خلصت نص المشوار في دول المجموعات لدور أبطال إفريقيا هتخلص كاس العالم عندك كاس السوبر للأندية الأبطال فانت الموسم بالنسبة لك مفيش وقت للتقاط الأنفاس فالتدارك ده مهم جدا وده رسالة للجهاز واللعيبة يجب أن يتم التدارك سريعا في النتائج خلال الفترة اللي جاية يجب أن يتم التركيز في الملعب بشكل قوي جدا لاستغلال الفرص التي يتم إهضارها في المباراة الأخيرة كل دي نقاط أعتقد الكل بلاستثناء بيتكلم عليها ولكن لو الجهاز الفني واللعبين محتاجين هدوء في الفترة الحالية عشان ما يكونش فيه ضغوط كتير عصبية أو نفسية وده ممكن يحق نتائج إيجابية نتمنى ذلك نتمنى ذلك ومن غير ما نوجه رسالة الجمهور الآهل أكيد جمهور الآهل مجرد ما يسمع رسالة زي دي وأن الفريق محتاج هدوء شوية عشان يستعيد تركيزه كلنا مع هذا الإطار ولكن برضو في نفس الوقت اللعيبة والجهاز محتاجين بسرعة يتم تدارك الأمر وتدارك الموقف لأن الكل مش ألقان على فكرة المشوار الإفريقي أنت بقي لك ثلاث لقاءات في دوري أبطال إفريقيا منهم مبارتين خارج أرضك ولكن تقدر تعود لكن كاس العالم للأندان تعدك مباراة صعبة جدا يوم الجمعة اللي جاية والصعوبة هتبقى أكتر لمواجهة وديربي عربي مع اتحاد جد السعودي هنا الديربي وقوة المباراة هتبقى أكبر بكتير أنت بتلعب مع الفريق المنظم للبطولة صاحب الملعب والأرض والجماهير فبالتالي من هنا هتأتي صعوبة المباراة مباراة اتحاد جدة قد تكون انطلاقة للآله خلال العام الحالي والموسم الحالي يعني مباراة زي دي أنت كلعيب أو أنت كمدير فني أو أنت كمسؤول ممكن تيجي عليك أوقات بتستنى ماتش عشان يفوقك بتستنى لقطة أو بتستنى مباراة تقول المباراة دي هي اللي هتخليني أرجع بسرعة تخلي الناس واسقفية تخلي الناس تدعمني تخلي الناس في ظهري ماتش اتحاد جدة اللي جاي ده كلام اللي لعيبة والجهاز الفني مفيش أعظم من الفرصة دي لأن خاصة الاتحاد جدة هو الحصوص الأعلى يعني أنه ممكن يكسب أوكلاند سيتي يوم الثلاث اللي جاي فالتحاد جدة أعتقد يعني مباراة ممكن كلعيبة وكجهاز فني يقودها نقطة انطلاقة للموسم الحالي لأن المباراة دي بإذن الله إذا ربنا قرمنا وكسبناها هتفري كتير مع الآله خلال الموسم الحالي فأنت عندك فرصة مش عايز أقول فرصة أخيرة بس عندك فرصة تصالح جمهورك عندك فرصة أن أنت تثبت أن أنت لأ أنت الأفضل أنت الأحسن أنت سوء الحظ اللي كان بيلازمك الفترة اللي فاتت إن شاء الله مش هيكون موجود من المباراة اللي جاي فرسالتي للعيبة والجهاز استغلوا فرصة مباراة الجمعة اللي جاية في كهس العامل اللي دي عشان تكون نقطة انطلاقة لك في الفترة اللي جاي المباراة الإفريقية وارد جداً تعود فيها لفترة الجاية ماتش مبارح مع شباب بولزداد الفرص الضيعة المهضرة مش عارف هل عدم تركيز ولو إن لسه المشوار طويل في البطولة ولكن فريق شباب بولزداد على فكرة قدر ياخد من المباراة اللي هو عايزه لأن شباب بولزداد مباراة كان بلعب مع الآله وبيفتقد لأهم عنصرين عنده في خط الدفاع والموديل الفني باكيتا البرازيلي عمل تعديلات في تشكيلة الفريق وده احنا اتكلمنا عليه على فكرة في حلقات سابقة وكان معنا حارس شباب بولزداد السابق وانفرض معنا هنا من خلال شاشة قناة الآله وقال لنا إن بنسبة كبيرة رئيس مباراة حارس المرمى هو اللي هيلعب مكان قندوزي في مباراة الآله عشان عنده خبرات كبيرة شارك حسين بن عيادة شارك بن غيث كان موجودة قد جيورة حصل تعديل في مركز رأس الحربة فشباب بولزداد كان بيستعد كويس جدا لمباراة الآله وخد النقطة اللي هو كان عايزها خد النقطة اللي هو كان عايزها وإحنا وجهنا سوق حظ أكيد في بعض اللقطات من المباراة ولكن أنا وصل جدا إن الأهل ما يلعب مع بولزداد في الجزائر الأهل مش هيخسر ويقدر بإذن الله يرجع بنتيجة إيجابية لأن كمان في نفس الوقت أنت عندك مباراةين بره عندك شباب بولزداد وعندك ميدياما الغاني في غانا والمباراة مع ينجي أفريكنز في القاهرة من حسن حظنا إن إحنا إنبارح كانت فيه مباراة تانية في نفس التوقيت خرج التعادل ما بين ميدياما وينجي أفريكنز في غانا لو بصنا كده على ترتيب المجموعة الأهل في الصدارة بخمس نقاط من تلت مباريات يلي ميدياما أربع نقاط يلي شباب بولزداد أربع نقاط يلي ينجي أفريكنز بنقطتين كمان حوالي عشر تيام قدامكم هو على الشاشة ده ترتيب مجموعة الأهل طيب كمان عشر تيام على فكرة ينجي أفريكنز هيصديف ميدياما في تنزانيا لو ينجي أفريكنز كسب ميدياما الغاني هيبقى خمس نقاط هنا المجموعة هتولع يعني هتبقى مجموعة ساخنة جدا لأنه وقتها الأهل ما ينفعش يرجع من الجزائر إلا بنتيجة إيجابية ولكن أفضل نتيجة للأهل وابلوزداد قبل ما يلعبوا مع بعض لأن على فكرة ينجي أفريكنز هيلع مع ميدياما قبل الأهل ما يوجه بلوزداد لأن الأهل وابلوزداد في الجزائر إقامة المباراة وتوقيتها متوقفة على نتيجة مباراة الأهل الجمعة الجاية في كأس العالم للأندية فأفضل نتيجة يطلعوا تعادل لو خرجوا تعادل هيبقى ميدياما خمس نقاط وينجي أفريكنز ثلاث نقاط وقتها ماتش الأهلي وابلوزداد لو انتهت عادل هيكون مرضي للفريقين لأن بلوزداد هيصديف ميدياما والأهل هيصديف ينجي أفريكنز وفي وقتها هتبقى صدارة المجموعة أو الفرئتين اللي عندهم حصوص أكتر في التأهل الأهلي وشباب بلوزداد وبالتأكيد ده اللي نتمنى خلال الفترة اللي جاية ولكن زي ما قلت وبأكد تاني فرصة للعبة النادي الأهلي وللجهاز الفني عندك مطش الجمعة الجاية في كاس العالم الأندية لازم تستغل هذه المباراة عشان تكون نقطة انطلاقة ومصالحة الجماهير على الفترة اللي فاتت ولو اللعيبة والجهاز محتاجين هدوء وتركيز والسوشيال ميديا والناس تهدى شوية الفترة اللي جاية ما عندناش مشكلة مقابل ده اللي احنا نشوف أداء أفضل وأداء أفضل خلال الفترة اللي جاية بإذن الله طيب طيب دلوقتي احنا في الدقيقة 25 من مباراة الأهل والزمالك في السوبر المصر لكرة اليد والنادي الأهل متقدم 25-24 24-22 لصالح النادي الأهل يعني التقدم دلوقتي بفارق هدفين بإذن الله كلما بيقرب من عد نهاية المباراة والأهل متفوق بهدفين وتلاتة نقدر نقول الأهل بإذن الله يقترب بنسبة كبيرة بيلفوز بهذا اللقب لكن ننتظر لإديال أخيرة من مباراة كرة اليد وبإذن الله الأهل يفوز بهذا اللقاء طيب عندنا بطولة تانية خلال 48 ساعة عندنا بطولة تانية خلال 48 ساعة وهي جوائز الأفضل في القرى الإفريقية والقوائم النهاية تعالوا مع بعض كده نستعرض الجوائز المختصرة اللي الاتحاد الإفريقي يتكلم عليها ونشرها من حوالي يومين عشان نشوف حزوز الأهل في هذه الجوائز إن شاء الله اللي هتسلم في مراقش بالمغرب يوم الاتنين اللي جاي تعالوا مع بعض احنا كده على الشاشة نفتح ونشوف الجوائز المرشحة بالنسبة للنادي الأهل أولا أفضل نادي في عام 2023 قدامنا الأهل الوداد الرياضي المغربي مامونيدي سانداونز الجنوب إفريقي طبعا للوهلة الأولى البعض يقولك هو فين اتحاد العاصمة الجزائري يعني اتحاد العاصمة هو وصيئة بطل بطل كأس الكونفيدرالية وهو بطل كأس السوبر الإفريقي إزاي بطل الكونفيدرالية وبطل السوبر ما يكونش موجود ويكون موجود الوداد وصيف دور الأبطال ومامونيدي سانداونز اللي خرج من الدور النصف النهائي ممكن البعض يجي يقولي بسنة بس ما كان فيه الدور الإفريقي أفريكان فوتبول ليج سانداونز يكسب بالبطولة لا الجايزة على الفترة من شهر تسعة عشرين اتنين وعشرين لشهر تمانية عشرين تلاتة وعشرين إذن أفريكان فوتبول ليج مش دخلة خالص في الجايزة ما لهاش علاقة نتائج البطولة دي بالجايزة إذا بالتالي سانداونز هنا داخل بصفة أنه كان موجود أحد أطراف الدور النصف النهائي ولكن لأول مرة يبقى بطل الكونفيدرالية وبطل كاس السوبر مش داخل في منافسة مع النادي الأهلي وقدامنا الوصيف والفريق اللي خرج من المربع الزهبي الدور نصف النهائي هنشوف في الساعات اللي جاية خصوص النادي الأهلي ولكن الأهلي تلقى أو خلال الساعات اللي جاية حسب معلوماتي من الاتحاد الإفريقي سيتلقى دعوة رسمية لحضور الحفل بعد غد بإذن الله في مراكش وعلى حد معلوماتي أيضاً الأستاذ ساري أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هو اللي هيكون ممثل للأهلي في هذا الحفل في مراكش خلال الـ 48 ساعة القادمة طيب عندنا أفضل لاعب النجم المصري محمد صلاح النجم المغربي أشرف حكيمي وفيكتور أسمن لاعب نابولي والمهاجم النيجيري منافسة قوية جداً يعني لو البعض ممكن يسألني مين الأقرب في التنافس هقولك التلاتة حظوظه المتساوية بعض الكلام خرج أن فيكتور أسمن ممكن يكون هو الأقرب لأنه حقق مع نابولي الدور الإيطالي ولكن مع نيجيريا ما كانش فيه أي تحقيل أفضل نتائج خلال هذه الفترة أشرف حكيمي وصل مع المغرب رابع كاسعالم ولكن مع باريس سانجرمان برضو ما حققش حاجة محمد صلاح على المستوى الفردي حقق كل حاجة ولكن على المستوى الجماعي ما حققش حاجة خلال العام الماضي الحظوظ المتساوية ولكن بعض الأنباء القادمة من المغرب بتقول أن أشرف حكيمي هو الأقرب للفوز بهذه الجائزة في الظل استبعاد ياسين بونو ورياض محرز من هذه الجائزة اللي كانت كلام كتير علوم جدا في الصحافة الفترة الأخيرة أفضل لاعب في مصابقات الأندية فيستن ميلي لاعب بيراميدز واللي كان ساعتها بيلعب في ينجي أفريكانز الفائز أو اللي وصل وصيف كأس الكنفدرالية بعد اتحاد العاصمة مهاجم الكنهو كمان بيتر شالوليلي مهاجم ماموليد سانداونز وبيرستاو المهاجم الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بيرستاو حظوظه تتخطى 60-70% للفوز بجائزة أفضل لاعب في مصابقات الأندية بيتر شالوليلي عمل موسم جيد ولكن على فكرة على مستوى إحراز الأهداف وصناعة الأهداف بيرستاو هو الأفضل بيرستاو تم توجيه الدعوة لي عشان يكونوا حاضر فيه حفل جواز الأفضل يوم 11 ديسمبر يوم اللي التين الجاي في مراقش ولكن أعتقد بيرستاو زي الشناوي مش هيكونوا موجودين عشان في نفس اليوم الأهل هيسافر إلى السعودية عشان كأس العالم للأندية آخر حاجة أفضل حارس مرمى أندري أونانا حارس الكاميرون محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخبنا الوطني وياسين بونو نجم مغرب حارس المغرب وحاليا حارس مرمى الهلال السعودي المنافسة قوية جدا بين محمد الشناوي وياسين بونو على فكرة يعني أندري أونانا حارس الكاميرون كان عنده مشاكل مع منتخب الكاميرون وكان صنج مستبعيده لفترة ولكن المنافسة قوية جدا بين محمد الشناوي وياسين بونو على جائزة أفضل حارس الكفة بتاميل طبقا للتصويت ناحية ياسين بونو ولكن يكفي محمد الشناوي للعام الثاني على التوالي سنة لفت خد أفضل لعب ولكن في أفضل حارس المنافسة قوية جدا مع الاثنين من الحراس اللي بيحترفوا في أوروبا لفترة طويلة جدا فالشناوي مرشح ولكن ياسين بونو نسبه أعلى شوية خاصة طبعا أن الجائزة هتكون في المغرب والحفل في المغرب وبالتأكيد منتخب المغرب كما مرشح لجائزة أفضل منتخب فهنشوف جوائز عدة كمان الشناوي تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور الحفل في مراقش يوم الاثنين اللي جاي بعد بقرة ولكن أعتقد الأستاذ سرق أنديل هو اللي يكون ممثل عن الشناوي والنادي الآلي وبيرستاو في جوائز حفل الأفضل للاتحاد الأفريقي في مراقش دي الجزئية المتعلقة بجوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي والقوائم النهائية وبعض المعلومات عن دعوة الكاف للنادي الآلي ولبيرستاو ولمحمد الشناوي لحضور الحفل بعد غد في مراقش طيب قبل ما أطلع الفاصل إحنا في آخر عشرين ثانية في الشوت التاني في كرة اليد ولها لمتقدم خمسة وعشرين أربعة وعشرين على نادي الزمالك يعني السواني الأخيرة أعتقد هتكون حاسمة نطلع فاصل وبعد الفاصل لعل لو عسى تكون حسمت بإذن الله ونقول مبروك للنادي الأهلي قلت لحضراتكم هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبارك إن شاء الله للنادي الأهلي الفوز ببطولة السوبر على حساب نادي الزمالك وبالفعل ألف ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي في كل مكان قطاع النشاط الرياضي قسرة كرة اليد الفوز على نادي الزمالك ستة وعشرين أربعة وعشرين في الفجيرة في الإمارات بطولة سوبر جديدة للنادي الأهلي الأهلي السوبر كرة اليد بعد تحقيق نتيجة جيدة الأهلي كان يعني متفوق طول الجيم أحداث مصيرة ولكن نجح الآلي في اللحظات الأخيرة يحسم المكسب بهدف قاتل قضية في السوال الأخيرة عشان يبقى 26 على الزمالك والزمالك أحرز 24 26-24 مبروك للنادي الآلي بطولة السوبر لكرة اليد مبارح دور المرتبط لكرة السلة النهاردة سوبر كرة اليد للنادي الآلي يا رب بإذن الله تكون بداية كويسة ويكون تفاقل على كرة القدم أيضا والأهل يسافر السعودية ويقدر يحقق نتيجة جيدة عشان تبقى فرصة نستعيد الأمجاد وزي ما أنتوا شايفين دي بعض اللقطات والصور من مباراة السوبر اللي تلعبت في الإمارات واللي كانت جماهيري النادي الآلي صانعة للحدث في الإمارات وفي صالة نادي الفجيرة بالفوز بهذا اللقب الغالي لو هشكر كمان لازم أشكر بالتأكيد الأشقاء في الإمارات الأشقاء في نادي الفجيرة على حرصهم للحضور في هذا اللقاء مصندة النادي الأهلي التواجد في الصالة بشكل مكسف جدا زي ما أنتوا شايفين صورة الملعب جماهيري النادي الأهلي كانت موجودة على فكرة الفجيرة بتبعد بمسافة كبيرة جدا عن أبو ظابي وعن دبي ولكن كان في حرص كبير جدا من جماهير النادي الأهلي سواء المتواجد في إمارة الفجيرة أو من أماكن مختلفة أنها يكون موجودة وأنا من كذا سنة كنت في الفجيرة وانتقد بمسؤولين عدة يعني في نادي الفجيرة المسؤولين في الفجيرة بيحبوا الأهلي جدا وبيشجعوا الأهلي جدا ولما حملوا مباراة احتفال بليوبيل الزهبي لنادي الفجيرة كانت الدعوة للنادي الأهلي النهاردة انت بتلعب في صالة نادي الفجيرة وكأنك بتلعب في صالة الأميرة عبدالله الفيصل في الجزيرة اللقطات اللي بتجنى دي بتجنى من الأشقاء الإماراتيين اللي موجودين في الصلاة المغطاة كل الأشقاء في الإمارات كل الأخوة في نادي الفجيرة بنشكرهم بالتأكيد على المسندة وعلى التواجد مع النادي الأهلي في هذا اللقاء الهم جدا هارد الأكل الأشقاء بالتأكيد في نادي الزمالك ووراء كبيرة جدا ولكن نجح الأهلي في إثبات قدرته على نادي الزمالك في لاب كرة اليد أبطال الصلاة ألعاب الصلاة سوبر اليد والسلة دايما في النادي الأهلي وبالتوفيق ربي كمان لفريق كرة القدن في الفترة اللي جايه طب ننتقل كمان لملفه تاني وهو متعلق بتذاكر السوبر طيب قدامنا على الهوى لقطاتها مهمة جدا للاحتفالات زي ما نشايفين طبعا نجوم كرة اليد بيحتفلوا مع جماهير النادي الأهلي بالفز بالبطولة شايفين طبعا يعني أنا شايف بصراحة الملعب معظم التشيرتات كلها التشيرتات الحمرة جماهير النادي الأهلي حتى لو العدد مش كبير الصلاة مش ممتلع عن آخرها ولكن باللون الأحمر كده شايفين طبعا وجود جماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل الصلاة المغطاة بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بنبارك للجهاز الفني لللاعبين دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة اللي متواجد فيه الفجيرة في الإمارات طيب في بطولة أخرى في الإمارات نهاية هذا الشهر 25 و 28 ديسمبر أنا هتكلم بالتأكيد على بطولة السوبر أيضا لأن قدامنا كمان بطولة السوبر والأحداث الخاصة بالسوبر كرة اليد لغاية لما يكون فيه تتويج وتسليم الميداليات وكأس البطولة على فكرة بطولة السوبر في الإمارات فيه تنظيم كبير جدا بيقام حاليا من مجلس أبوظابي الرياضي بالتعاون مع الشركة المتحدة والشرقة الرعية استعدادا لهذه البطولة الهمة جدا اللي بتقام لأول مرة النسخة الأولى من بطولة السوبر الأندية الأبطال بمشاركة أربع أندية الأهلي بيراميدز فيوتشر وسيراميكا كيليوباترا اللقاء الأول الأهلي هيلعب مع السيراميكا يوم 25 ديسمبر وأيضا في نفس اليوم بيراميدز وفيوتشر الكسبان هيلعب الكسبان هنا يوم 28 والخسران هيلعب في مباراة الثالث والرابع قبل مباراة النهائي يوم 28 ونضمكم على الشاشة ده الويب سايت والموقع الخاص بحجز التذاكر والتذاكر معمول لها سبع درجات التذاكر معمول لها سبع درجات تبقا ليه الكاتوجري الخاص بكل درجة الدرجة السبعة سبع دراهم الدرجة السادسة 14 درهم إماراتي الدرجة الخمسة 21 درهم الدرجة الرابعة 28 درهم الدرجة الثالثة 35 درهم والدرجة الثانية 70 درهم والدرجة الأولى 85 درهم دي أسعار التذاكر يعني نقدر نقول في متناول كل الأطياف يعني لو عايز تهضر في الدرجة الستة أو الخمسة واللي عايز يحضر في الدرجة الأولى فيه أسعار متفوتة بين كل الدرجات لكن عايز أليكم حاجة مهمة جدا الشرك الرعية ومجلس أبوظابي عاملين نقطة مهمة جدا كل فريق كل نادي ليه الحق؟ في مية تذكرة من تذاكر مدرجات المباراة يعني الأهل هي لعب سراميكا ليه مية تذكرة؟ من الشركة الرعية عايز ياخد تذاكر أكتر يطلب من الشركة الرعية وياخد تذاكر أكتر بحيث يطرحها ليه جمهوره أو حتى يوزحها على الجمهور الراغبة في حضور هذا اللقاء فبالتالي كل فريق مشارك في البطولة ليه مية تذكرة بالإضافة لكده كمان مجلس أبوظابي والشركة الرعية خدوا من كل نادي عشر تيشيرتات أنا بقول لكم أخبار حصرية محدش لسا تكلم عليها ولسا البطولة يعني قدامنا حوالي أسبوعين على انطلاقها ولكن من النهاردة من أنا بنتكلم على التذاكر فبنقول لكم أخبار مهمة جدا كمان متعلقة بالتحضير للبطول النادي الأهلي سلم لمجلس أبوظابي والشركة الرعية عشر تيشيرتات كل تيشيرت ممضي من نجوم وأبرز الليعابين في فريق النادي الأهلي والجهاز الفني عشان بيتم تسويق هذه التيشيرتات في الفترة التروجية المتعلقة بالبطولة في إمارة أبوظابي وتحديدا على ملعب هزاع بن زايد كمان كل بحثة هتسافر الشركة الرعية ومجلس أبوظابي هتحمل 45 فرض بالإضافة إلى الجواز اللي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة لما نقرب أكتر من معاد البطولة هنتكلم على اللايحة التنظيمية قيمة كل فريق مشاركة اللاعبين الإنذارات كل الأمور المتعلقة بالأمور اللجستية لإقامة البطولة طيب الآهلي النهاردة على طول استقنف التدريبات استعداداً لمباراة يوم 15 ديسمبر أي أن كان من الطرف الثاني سواء اتحاد جدة أو أوكلان سيت النهاردة الآهلي بيبدأ الاستعدادات بكرة غالباً هيبقى راحة يوم الاتنين تدريب صباحي والسفر إلى المملكة العربية السعطية لذلك بينضم لي في هذه اللحظات الزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي من ملعب مختار التيتش بالجزيرة عشان نطمئن من خلاله على آخر الترتيبات آخر الاستعدادات أجواء الفريق الجهاز الفان نتكلم في إيه في ظل الإنبارح توفيق كمان كولر رجع من برج العرب على ملعب التيتش وتكلم مع اللعيبة واكتمع باللعيبة كما هي العادة لو في نتائج سلبية في الفترة الأخيرة مساء الفولية توفيق ومعاك بقى لو في أي جديد تفضل إحنا معاك مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي لكم ومشاهد قناة الأهلي في كل مكان في البداية ببارك لكم وببارك لكم جمهور النادي الأهلي في كل مكان والفوز بالسوبر للمصر للكرة اليد مكفري اليد نتائج ولا أروع في الفترة الأخيرة وإن شاء الله يفضل مكمل كده على طول وبإذن الله يستعيد دايما صدرت الكرة المصرية في كرة اليد والأفريقية كمان كنا محمد عطول زي ما ذكرت مستر مرسل كولر عطول بدون راحة يعني الاستعداد لكأس العالم عندها خلاص تم إغلاق كل الصفحات سواء صفحة البطولة المحلية أو كمان البطولة الأفريقية على طول دلوقتي وأنا حلم معاك على الهوى محاضرة فنية مستر مرسل كولر يعني تقريبا منذ الخامسة مساء واللعبين كلهم في محاضرة داخل مدرجات مختار التشو هنا بالجزيرة بيتكلم فقط طبعا عن خلاص بقى أغلقنا زي ما قلنا الفترة يفات كلها وبنبدأ بقى صفحة من جيدة محمد وكأس العامل أندية والتركيز فقط في هذه البطولة في هذه الوقت الأوقات المهمة يعني يمكن الحمد لله عاوز أطمنك في البداية عن كل اللاعبين الحمد لله ربنا يديم حينا نعم الحمد لله رب العالمين كل اللاعبين محمود متولي في آخر مراحل التأهيل وإن شاء الله يعني على نهاية الأسبوع هيكون موجود عادي بتمرن بشكل طبيعي جدا ردة سليم كمان يمكن محمد على طول هيظر معك في لقطات من خلفنا مباشرة بيواصل برنامجه التأهيل والعلاجي وإن شاء الله يكون موجود طبقا للبرنامج الموضوع ليه بإذن الله رب العالمين منتصب شهر فبراير القادم إن شاء الله رب العالمين باستثناءة كده محمد الحمد لله القائمة الحمد لله خليه من آية إصابات وإن شاء الله إلى نهاية البطولة وإلى نهاية الموسم يعني تفضل بإذن الله خليه من الإصابات يمكن على طول الفريق محمد النهاردة هيكون التدريب على طول فور انتهاء المحاضرة يعني في أي وقت منتظرين نزيل اللعبين لأرض التدريب بكرة زي ما ذكرت في الغالب هيكون أجازة زي ما مستر المرسل كولر على طول عودنا إن تاني يوم المطش بقى فيه تدريب وبعدين يوم أجازة وبعد كده بيواصل تدريبات وإن شاء الله من المنتظر يوم الاتنين يكون فيه تدريب صباحا ومن بعد والسفر إن شاء الله إلى المملكة العربية السعودية وبإذن الله معهم كل دعوات جمهوري النادي الأهلي بالتوفيق إن شاء الله وأداء بطولة كبيرة وإن شاء الله نكون فيه مديليا وإن شاء الله كمان تكون يا رب حاجة أكتر من البرونزية وإن شاء الله يكون فضية أو ذهبية فيه هذه المرة يمكننا على طولة محمد التدريب هيبتد النهاردة إن شاء الله هكون تدريب استشفاء للمجموعة اللي شاركت فيه مباراة الأمس بشكل كامل بقى اللعبين هيخدوا تابريم كامل عادي فيه أرضية ملعب مختار التشبيل جزيرة زي ما قلت لك دلوقتي المحاضرة الفنية ومن بعدها التدريب يمكن التدريب على طول كالمعتاد هيبقى تدريبات بدنية في البداية ومن بعدها عطول تدريبات الكرة ومن بعدها عطول زي مستر كولر ما عودنا يبقى الختام به تأسيمة ما بين اللعبين عشان يقدر يشوف كل اللعبين اللي مشاركوش فيه مباراة الأمس ياخدوا نفس القدر من الجرعة البدنية والجرعة الفنية كمان باستثناء كده اللعبين زي ما قلتك شاركوا بنسبة 100% من مباراة الأمس هيكون فيه تدريب استشفائي وان شاء الله زي ما قلنا بكرة هيكون أجازة ومن يوم الاتنين بقى يبقى التدريب الأخير ومن بعد ان شاء الله السفر للمملكة العبادة السعودية وبالتحديد جدة وبإذن الله كل التوفيق مع النادي الأهلي وبإذن الله أداء بطولة كبيرة وإسعاد كل جميع النادي الأهلي ان شاء الله رب العالمين زي منا محمد توفيق مفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيع لكل هذه المعلومات بالتأكيد في انتظار التدريب وان شاء الله الأهلي يكون موفق في الأيام القادمة كولر عنده شغل كتير واللعاب عندها تحديات مهمة لازم الناس تبدأ تركز أكتر في المرحلة الجاية لأن خلاص انت داخل في معمعة البطولات أي نقط أو أي خسارة أعتقد الجمهور مش هيستحمل أكتر من كده لأن الأهلي دائما بتعود على المكسب وعلى الفرحة والانتصار ولازم اللعاب والجهاز الفني يبقى عارف أنه بيلعب في الأهلي دائما وأبدا لازم بيلعب على المكسب حتى لو خسرت أو فقط نقاط اللازم تثبت للجمهور اللي انت بتلعب على روح الفنيلة لغاية اللحظة الأخيرة والثانية الأخيرة نطلع نشوف جزء من فرحة الأهلوية في صالة الفجيرة وفاصل وبعد كده نرجع نشوف آخر أخبار الترنت لما انتشاهدين بتأكيد الفرحة حلوة والانتصار جميل والتواجد الجماهيري كمان في صالة الفجيرة حاجة بتساعدنا ونفس فرحة الفوز بالبطولة بالضهيع حضور جماهيري النادي الأهلي وراء الفريق في كل مكان أعظم نادي في الكون جماهيري النادي الأهلي أعظم جماهير في كل مكان يعني الفرحة والسعادة والبهجة اللي في صالة الفجيرة في الإمارات اندلت على شيء بتدل نتيجة انتصار الأهلي وفرحة الأهلي وفوز الأهلي ببطولة السوبر الفترة الأخيرة بقرة السلة ودوري المرتبط لقرة السلة النهاردة بنبارك كمال فريق كورة اليد الفوز ببطولة السوب على الحساب نادي الزمالك في سابقة جديدا البطولة بتقوم في الإمارات العربية المتحدة يا رب إن شاء الله يكون فائل خير على فريق الكورة لما يسافر لإمارات نهاية الشهر إن شاء الله يفوز بالبطولة في إمارة أبو ظبي في مدينة العين وإن شاء الله نقول مبروك لكل جماهير النادي الآلي كمان الفترة اللي جاي على مستوى القورة في كأس العالم للأندي حالة كانت مليئة بكل الأخبار والكواليس كانش عندنا حتى وقت نبص على آخر أخبار الترند ولكن مكسب البطولة بطولة السوبر على حساب الزمالك في كورة اليد لا تضهيها أي حاجة تانية شكرا لحضراتكم ألف مبروك وإلى اللقاء